اشتركوا في القناة من الغذائي واستدمته إن موضوع تعزيز الأمن الغذائي والاستثمار فيه يحظى باهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبمتابعة مستمرة من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يوجه دائما نحو تطوير الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى دعم الأمن الغذائي من خلال توفير خدمات المساعدة التقنية بتطوير تنويع الغذاء في مملكة البحرين وتعزيز برنامج المخزون الوفير من الغذاء ضمن خطة واضحة للوصول للأهداف المنشودة بهدف رفع نسبة الانتاج المحلي أربع ركائز للأمن الغذائي تدور رحاها في مربع التوافر في المخزون والقدرة على الحصول عليه وفي نوعية الاستخدام ومن زاوية حالة الاستقرار التي ترافقه ومن أجل ذلك تحرص مملكة البحرين على مواصلة تبني المبادرات التي تكفل تحقيق الأمن الغذائي في المجالات الزراعية والحيوانية والبحرية بهدف زيادة حجم المنتج الوطني بما يكفل تأمين الغذاء واستدامته وسلاسل الإمدادات والحكومة ممثلة بوزارة سؤون البلديات والزراعة تسعى جاهدة إلى بذل الوفير من الجهود المنصبة في ملف الأمن الغذائي من خلال بنية تحتية قادرة على محاكاة الأهداف المستقبلية في مجال الأمن الغذائي وتقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي باعتباره شريكا أساسيا في هذا الملف هناك عديد المشاريع التي روعي فيها أفضل المعايير والإمكانات الفنية والبشرية المعنية بجزئية الأمن الغذائي والاستزراع السماكي والمشاريع الزراعية الموزعة في مختلف محافظات المملكة والتي قامت من أجل تطوير إنتاج صنوف الغذاء النباتي والحيواني متسلحة ببنية تحتية تنشط معها بيئة الاستثمار الخصبة وتفتح المجال أمام المزارعين البحرينيين في مزاولة الأنشطة الزراعية والتجارية من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والإعانات الزراعية لهم لدعم مدخلات إنتاجهم الزراعي المحلي إلى جانب تقديم عدد من الخدمات الفنية والإدارية في أكثر من مجال زراعي ليستفيد منها العديد من المزارعين وعلى مدار العام بشكل ينسجم مع متنوع الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بتحقيق الأمن الزراعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر